في باريس مظاهر الحداد مازالت قائمة في صفوف الطائفة اليهودية بعد الاعتداء الإرهابي على محل تجاري لبيع المواد الغذائية الخاصة باليهود وهو الاعتداء الذي خلف أربعة قتلى وفي موجة الحزن هذه تزداد مخاوف يهود فرنسا من تصاعد معادة السامية إنهم يشعرون بعدم الأمان في بلد يضم أكبر عدد من اليهود في أوروبا في أوروبا على يتحال هناك حركة تجعلنا نعتقد أن معادة السامية أخذ في الارتفاع وهذا ليس في فرنسا فحسب لما كن أعتقد أن ذلك سيحدث بهذه السرعة في فرنسا صحيح أنه منذ حادثتي إيلان حليمي أحسست بصدمة كانت صدمة حقيقية بعد ذلك كانت حادثة تولوز ابنتي تزوجت بشاب من تولوز وعندما تذهب إلى هناك تشاهد أن جميع الشبان لا يريدون البقاء في تولوز لا أحد يريد البقاء هناك هناك خوف في أوسط الشباب اختطف وتعذب وقتل الشاب إيلان حليمي في العام 2006 نظرا لكونه يهوديا ثم الهجوم الإرهابي الذي استهدف فمدرسة يهودية عام 2012 في تولوز جعل عددا من يهود فرنسا يتسألون عما إذا كان من الأفضل لهم أن يغادروا إلى إسرائيل ورغم التعزيزات الأمنية لحماية المدارس اليهودية والمعابد وغيرها من المؤسسات فكرة الهجرة إلى إسرائيل لكونها أكثر أمنا حسب البعض لم تغب عن عقول الكثيرين الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل تقدم نصائح للرغبين في الهجرة إلى إسرائيل السنة الماضية وصل عدد المهاجرين إلى سبعة آلاف يهودي فرنسي بعد هذه الأحداث عموما هناك تصعد في المعلومات خلال نشرتنا المسائية وكان الحال هكذا خدال الصيف أحداث صرسل وحدثت كنيس حي الروكيت كانت هناك نداءات للموت لليهود على ساحة الجمهورية هذه الأحداث لم تمر هكذا بل شاهدها الجميع لذا يمكننا أن نقول دائما إن هذه الأحداث ترتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولكن أعتقد أن اليوم بالنسبة للكثير من اليهود أن هذا الصراع ما هو إلا ذارع هناك كراهية لليهودي وهذا أصبح مرئيا لنقول إن التعبير عن ذلك أصبح أكثر أهمية وهذا ما خلق قلقا أو عدم الراحة ولكن أهل الشعور بعدم الارتياح سببا كافيا للهجرة إلى إسرائيل أوليفيا ذهبت إلى إسرائيل خلال العطلة وعملت هناك لمدة عام أوليفيا تعيش في مدينة فرنسية داخلية وأطفالها يدرسون في مدرسة يهودية لطالما فكرت في الهجرة إلى إسرائيل أو إلى الولايات المتحدة لكنها لم تتعجل في اتخاذ القرار اعتداءات باريس قد تغير من طريقة تفكيرها هناك مشكلة سأجد حلا أطفالي لديهم مشكلة سأجد حلا مهنيا هناك شيء ما لا يعمل كما لو كان الأمر يتطلب حلولا لست مسؤولة عما يتخذ على مستوى الحكومة أو المؤسسات أو من الناحية الأمنية وغيرها أنا بحاجة لإيجاد حل والحل قد يبدو بسيطا إذا كان الأمر مجرد الذهاب فالحل نعم ثم الذهاب إلى إسرائيل بعد أيام سنكون في غمرة العمل وسنقول إن الإجابة لم تكن بسيطة وليس من شأن هذا الأمر أن يحل المشكلة بعد ذلك أن فرنسية أكثر من ستمائة ألف يهودي فرنسي يشعرون بالفخر لانتمائهم إلى فرنسا جالية يحسب لها الساسة في إسرائيل ألف حساب بالنسبة للمتخوفين من تصاعد الأعمال المعادية لسامية فهم يرون أنه من الطبيعي أن تقدم إسرائيل ملذا آمنا لليهود أتفهم رغبة العديد من اليهود في الرحيل الأرقام تتزايد وستستمر في الزيادة إذا كنت أما لطفل فلديك خيار إما إرسال أطفالك إلى مدارس الجمهورية حيث سيهانون من طرف أبناء المهاجرين أو إلى المدارس الخاصة حيث ينبغي أن توفر لهم حماية من قبل الجيش والشرطة وليس من الجيد العيش تحت التهديد مع أشخاص ورشاشات لحمايتك بير اسطنبول رئيس الاتحاد الفرنسي اليهودي من أجل السلام مؤمن بأن اليمين المتطرف في إسرائيل هو المسؤول عن ارتفاع معادات السامية ومثير الضعر بين الطائفة اليهودية في فرنسا هناك سلسلة كاملة من الدعاية التي تقول إن اليهود في خطر وإننا على عتبة القضاء عليهم لستم في مأمل والهجرة إلى إسرائيل هي الأولوية إذا كان هناك بلد لن يشعر فيه اليهود بأمان سيكون إسرائيل وسيستمر الحال كذلك طالما يستمر إخصاء وجود الشعب الفلسطيني ومحاربته لذا ابقوا ابقوا ليس من العدل قول اليوم إننا على عتبة الإبادة وهناك ارتفاع لمعدد السامية في فرنسا لا هناك عنصرية في فرنسا هناك تيارات عنصرية في عدد من الأوساط حاليا العنصرية تضرب على نطاق واسع العرب والسود والغجر إنها تضرب أيضا اليهود وهذا أمر خطير للغاية يجب علينا النضال الجميع معا ومن مختلف الأعراق ضد كل أشكال العنصري النضال ضد العنصرية من جهة ومحاربة الإقصاء من جهة أخرى من مبادئ إليبوزين الرئيسية إنه أحد الناجين من المعسكرة النازية لطالما رافق التلاميذ إلى أوجفيز وشرح له أهوال معسكرة الموت إليبوزين يعتبر أن عودة فكرة معادات السامية سببها مجموعة منظمة أعتقد أن الغالبية العظمى من سكان فرنسا ليست معادية للسامية إنها منفتحة وديمقراطية وبالتالي فمعادات السامية الحالية تقتصر على مجموعة صغيرة وهي على درجة عالية من التنظيم إذا لم نجد حلا ضدها فمن الممكن أن تنتشر ما من شك بأن فرنسا أثبتت تضامنا منقطع النظير بعد الهجمات الإرهابية رسالة نجبت مختلف أنحاء العالم بالنسبة لإبنة إليبوزين إنها رسالة الوحدة والتضام ضد كل أشكال العنف والإرهاب يوم لا حد خلال المظاهرة حملت عاما فرنسيا ضخما وفجأة عشت لحظة كالوحي قلت من غير الممكن أن نترك لهم هذا البلد الجميل مستحيل أجدادي من أمي جاءوا من بولندا قبل الحرب والد استقر في فرنسا هناك انتفاضة لصالح حرية التعبير وكنت في ساحة لاباستيق قلت لنفسي أعتقد أني لم أشعر من قبل بعدم رغبتي في مغادرة فرنسا لذلك أود أن أقول إن الهجمات لم تكن فقط من أجل تكميم حرية التعبير نحن نرى ذلك مع الانتفاضة الدولية التي أثارها مقتل صحفي شارلي إبدو أما أن اليهود متخوفون فهذا واضح أما من ناحية انتمائهم إلى فرنسا فلا أشك في ذلك حب الحياة يبقى قائما بالنسبة للكثير من أبناء طائفة اليهودية في فرنسا حياة حول أن تكون يهوديا وفرنسيا في بلد يشهد بعض التصدعات التي كانت سببا في الهجمات الإرهابية الأخيرة ترجمة نانسي قنقر شكرا